هنا داخل هذا المتحف يعيش الزائر للمكان مرحلة زمنية من حياة سكان وادي سوف فهو يضم مخزونا هاما من التراث ويتمتع فيه الزوار بالسفر عبر حقب زمنية مضت ومتحف سوف هذا راه حتى التسمية هو متحف لكل الولاية لكل أهل سوف وغير أهل سوف وكل الوطن مرحبا بهم ورام يزورونا من داخل الوطن ومن خارج الوطن ومعجبون وكان يتأثروا تأثير كبير وكان يقال لك حتى رجعتونا الأيام زمان حتى بعض العجائز وبعض الشيوخ يجووا هنا والله يبدو موحهم ذات يقول لك والله يفكرتونا في أشياء انسيناها وضاعتوا هنا لكل زوية من هذا المتحف حكاية خاصة ورمزية تراثية طالما كانت جزءا من يوميات سكان وادي سوف عدنا المتحف هذا وين الفريد من نوعه في مدينة وادي سوف وهو للزوار والزوار لما يزورونا قال لك أن حركت فينا المشاعر القديمة يجسد المتحف البيت السوفي القديم بجميع مقتنياته من منابس وأدوات ووثائق وحتى مجسمات تعود بك إلى الزمن الأبيض والأسود تجد فيه قطعا يتعد عمرها قرنا من الزمن بينا تم تأسيس متحف هو سمي متحف سوف ويشمل العديد من الأشياء التقليدية منهم صفار أصور المجاهدين وشهداء المنطقة المتحف يختصر في أروقته وإزاوياه تاريخ سكان ولاية وادي سوف عبر عدة أجيال فيبقى شاهدا على علاقة الإرث الحضاري السوفي